موسيقى مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم إلى نشرة أخبار العاشرة مساء من تلفزيون سلطنة عمان وفي أبرز عنوينها الأمم المتحدات ترجح استيناف المحادثات حول سوريا في يناير المقبل وكيري يتحدث عن تعاون محتمل بين الحكومة السورية والمعارضة ضد داعش أربعة شهداء فلسطينيين وعشرات الجرحى في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية موسيقى أوبك تخفق في الاتفاق على سقف جديد لإنتاج النفط وتبقي على معدلها الحالي بعد تعهدات إيران برفع إنتاجها مائة وخمسون مشاركا من السلطنة وخارجها يبحثون في صحار مستجدات جراحات التصحيح والتجميل موسيقى بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى جلالة الملك بومي بول أدلياديج ملك تايلاند بمناسبة العيد الوطني لبلاده ضمنها جلالته خالصة هاني وأصدقى تمنياته له بوافر الصحة والسعادة وللشعب التايلاندي الصديق بالطراد التقدم والازدهار موسيقى بعد جلسة مباحثات جينيف والتي عقدت للخروج بحل سلمي للأزمة السورية أكد الأمين العام للأمم المتحدة بانكيمون أنه من المنتظر عقد قمة جديدة في مدينة نيويورك الأمريكية بحضور جميع الأطراف المتنازعة الشهر المقبل مطالبا بوقف لإطلاق النار يبدأ من يناير المقبل حديث المسؤول الأممي جاء بالتزامن مع تصويت البرلمان الألماني بالأغلبية على خطة للانضمام في الحملة العسكرية ضد تنظيم داعش في سوريا من جديد تطفو على السطح مساعي البحث عن حل سلمي للأزمة السورية وكيفية الوصول إلى اتفاق سياسي يرضي أطراف النزاع مباحثات جديدة من المنتظر أن تطرحها الأمم المتحدة على طاولة الحوار في مسعى للوصول إلى حل دبلوماسي بعيدا عن العنف الأمر الذي أكده الأمين العام للمنظمة بانكيمون المسؤول الأممي تحدث عن عقد جولة محادثات ثالثة بحضور جميع الأطراف في مدينة نيويورك الأمريكية والتي من المرجح أن تكون قبل بداية شهر يناير المقبل وفق دبلوماسيين في الأمم المتحدة بانكيمون اشترط استمرار الزخم الدولي لحل الأزمة منوها في الوقت ذاته إلى ضرورة تنفيذ خارطة الطريقة التي اتفقت عليها الولايات المتحدة وروسيا وبلدان أخرى في فيينا الشهر الماضي يأتي ذلك فيما تتخذ المزيد من الدول الغربية إجراءات عملية للانضمام إلى حملة دولية لمحارب التنظيم داعش في سوريا وفي هذا الاتجاه صوت البرلمان الألماني بالأغلبية على خطط الحكومة لانضمام الحملة العسكرية الحملة الألمانية ستقتصر على إرسال ست طائرات استطلاع من طراز تورنادو للمساعدة في حماية حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديقول والمتواجدة في البحر المتوسط إضافة إلى إرسال طائرات لعادة التزويد بالوقود ونشر نحو 1200 من أفراد الجيش الألماني حيث لن تنضم ألمانيا إلى دول مثل بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا في شأن ضربات جوية بشكل مباشر ضد التنظيم قتل خمسة وثلاثون مدنيا على الأقل وأصيب عشرات آخرون في غارات للقوات السورية على الغوطة الشرقية في شرق دمشق من ناحية أخرى شن سلاح الجو الإسرائيلي غارات على قاعدة تابعة للجيش السوري بمنطقة الاقتفا شمال العاصمة الدمشق وفق مصادر عسكرية إسرائيلية فإن الطائرات قصفت أربع شاحنات محملة بصواريخ باليستية وذلك عند مرورها من أحد الجبال هذا وذكرت المصادر ذاتها أن القصف استهدف أيضا مخزنا للوقود الأمر الذي أدى إلى وقوع انفجارات وارتفاع لهيب النيران في تلك المنطقة قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أنه قد يكون من الممكن إقناع الحكومة السورية والمعارضة على التعاون ضد عناصر تنظيم داعش دون رحيل الرئيس السوري بشار الأسد إلا أنه استدرك ذلك بالقول أنه سيكون من الصعب للغاية ضمان حدوث هذا التعاون دون مؤشر ما على وجود حل في الأفق فيما يتعلق بمصير الرئيس الأسد من ناحية أخرى أكد كيري أن الطريقة المثلة لإنهاء أزمة اللاجئين هي إنهاء الحرب في سوريا حتى مع أفضل استراتيجية محتملة الحل الحقيقي لأزمة اللاجئين بالنسبة لدول أوروبا هي تحقيق أسرع نهاية ممكنة للأزمة في سوريا وهذا بالتحديد العمل الذي كنت وآخرين نشارك فيه على مدار الأسابيع الأخيرة بجمعين عكدا في فيها العمل الذي نقوم به الآن هو محاولة جلب المعرض السورية سريعا إلى مائدة المفاوضات ودخل التفاوض مع الرئيس الأسد من عجل أغراض انتقال السلطة من جانبه أكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أن الضربات الجوية البريطانية التي تم تنفيذها في الآوينة الأخيرة على تنظيم داعش في سوريا ستساعد في التوصل إلى تسوية سياسية على المدى الطويل وكشف كاميرون خلال مؤتمر صحفي عقده في بلغاريا عن إرسال بلاده المزيد من الطائرات من طراز تايفون وترنادو إلى قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي في قبرص والتي تشن منها بريطانيا غاراتها الجوية ضد التنظيم رئيس الوزراء بريطانيا أوضح بأن العملية السياسية والعمل العسكري ضد داعش يسيران جنبا إلى جنب من أجل الوصول إلى حل دبلوماسي للأزمة السورية بعيدا عن المنظمات الإرهابية قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو إن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها روسيا على بلاده لن تجبرها على الاعتذار عن إسقاط القاذفة الروسية تصريحات أوغلو تأتي بعد ساعات من اجتماع غير مثمر فيما بين وزير خارجية تركيا وروسيا للمرة الأولى منذ حال ذات إسقاط المقاتلة الروسية لم يؤد اجتماعنا بين وزيري خارجية تركيا وروسيا إلى أي نتائج من شأنها تهديئة التوترات المتصاعدة بين البلدين وزير الخارجية الروسية سرقي لافروف قال إنه لم يسمع شيئا جديدا من ناظره التركية مولود تشاووش أغلو بعد أول اتصال رفيع المستوى بين البلدين منذ أسقطت مقاتلة تركية الطائرة الحربية الروسية الأسبوع الماضي وأضف لافروف أن روسيا أكدت موقفها خلال الاجتماع الذي عقد على هامش مؤتمر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المنعقد بالعاصمة الصربية بلغراد من ناحيته قال تشاووش أغلو إن توقع حل جميع المشاكل مع روسيا في اجتماع واحد أمر غير واقعي لكن من المهم إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة ودع الوزير التركية العدم الخلط بين حادث الرابع والعشرين من نوفمبر والمعركة ضد العدو المشترك قائلا إنه لا ينبغي إساءة استغلاله لأهداف سياسية وتصعد الخلاف بين موسكو وأنقرة بعد إسقاط تركيا الطائرة الروسية من نوع سخوي 24 قرب الحدود السورية أثناء مشاركتها في حملة جوية بسوريا ووصف الرئيس الروسي بلاديمير بوتين الحادث بأنه جريمة حرب وهدد تركيا بالمزيد من العقوبات بينما تدافع تركيا عن موقفها قائلة إن الطائرة انتهكت مجالها الجوية وتجهلت تحذيرات متكررة ارتفع عرض الشهداء الفلسطينيين اليوم إلى أربعة شهداء إضافة إلى سقوط عشرات الجرحة برصاص الاحتلال الإسرائيلي في القدس والضفة الغربية من ناحية أخرى علنت مصادر طبية عن إصابة شابين فلسطينيين بجروح في قصف مدفعي إسرائيلي على جنوب قطاع غزة توتر حاد ومستمر في القدس والضفة الغربية بعد استمرار موجات عنف الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في منطقة عبود شمال غرب رامالة استشد فلسطيني بعد أن استهدفته قوات الاحتلال الإسرائيلي وقامت بإطلاق النار عليه زاعمة أن الشاب الفلسطيني طعن إسرائيليا وأصابته بجروح قبل أن يتم إطلاق النار عليه وفي وقت سابق استشد شابان فلسطينيين في مدينة القليل جنوب الضفة بعد إطلاق الاحتلال الرصاص عليهم واغتيالهما في منطقة ترميذ وسط المدينة وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال أعدمت الشابين وتركت ما ينزفان فيما ادعت القوات الإسرائيلية أن الشابين حاول طعن أحد جنودها على أحد الحواجز في منطقة ترميذة هم مكذبين حتى لو قالوا هم مكذبين لأنه هاي اسمه أبو خضير طلعوا مجنون إلى ذلك اندلعت عدة مواجهات في مناطق متفرقة في الضفة الغربية بعد أن دعت فصائل فلسطينية إلى جمعة غضب جديدة ضد الاحتلال ضمن موجة التوتر المستمرة منذ مطلع الشهر الماضي ومنذ مطلع شهر اكتوبر الماضي ارتفى عدد الشهداء الفلسطينيين إلى مائة وثلاثة عشر شهيدا بينهم خمسة وعشر طفلا وبدأت تصعيد الإسرائيلي الأخير ضد الفلسطينيين في الحرم القدسي الشريف في منتصف ستمبر الماضي قابله ردود فعل فلسطينية لتستمر أعمال العنف وتنتشر خلال أيام قليلة في الضفة الغربية وقطاع غزة أخفق أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك في الاتفاق على سقف جديد لإنتاج النفط بعد أن قالت إيران أنها لن تنظر في أي تخفيضات إنتاجية حتى تستعيد إنتاجها الذي قلصته لسنوات بسبب العقوبات الاقتصادية وخلى بيان الاجتماع الختامي من سقف للإنتاج وهما يسمح فيما يبدو للدول العظامة أن تواصل ضخ النفط بالمستويات الحالية إلى سوق تشهد بالفعل تخمة في المعروض وقال الأمين العام للمنظمة أن أوبك لم تتمكن من الاتفاق لأنها لا يمكنها أن تتكهن بحجم النفط الذي ستضيفه إيران إلى السوق مع رفع العقوبات عن اقتصادها العام المقبل وأنها ستبقي على إنتاجها الحالي المقدر ب32 مليون برميل وكانت الزيارات الأخيرة في إنتاج النفط في الولايات المتحدة ورفض دول أوبك الحد من إنتاجها قد ساهم في تراجع سعر برميل النفط بأكثر من خمسين بالمئة من قيمته قتل ستة عشر شخصا وأصيب آخرون في هجوم بززجات حارقة على ملها ليلي في إحدى ضواح العاصمة المصرية القاهرة وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها إن مجموعة من الأشخاص هاجموا ملها بحي العجوزة في القاهرة الكبرى بزجاجات مولتوف الأمر الذي أدى إلى إشعال النيران وانتشار الدخان الكثيف داخل المبنى وسقوط عدد من القتلى والمصابين جراء الحروق والاختناق الوزارة المصرية أكدت أن الحادثة وقع بدافع الانتقام وذلك عقب خلافات بين عاملين في الملها ومنفذي الهجوم وكان مسؤولون أمنيون قالوا في وقت سابق إن شخصا سبق فصله من العمل بالملها هو الذي نفذ هذا الهجوم علن مسؤولون أفغان أنه تم تحرر أكثر من أربعين رهينة كانوا محتجزين في أحد سجون حركة طالبان خلال عملية عسكرية أمريكية أفغانية مشتركة مدعومة بالمروحيات في إقليم نوازاد بولاية هلمند تأتي هذه العملية في وقت تكثر فيه التكهنات حول مصير زعيم حركة طالبان الملأ اختر منصور إذ في الوقت الذي نفت فيه قيادة طالبان إصابة الملأ منصور في باكستان أكدت مصادر استخباراتية إصابته خلال تبادل لإطلاق النار بين قادة للمسلحين قرب مدينة كويتا الباكستانية هذه النشرة مستمرة من تلفزيون سلطنة عمان وتشاهدون أيضا فيها غياب الوعي البيئي يشوه جمال المزارات الطبيعية والمتنزهات السياحية لا تقلق هذه البطارية لا تحتاج إلى صيانة وبعد ما شاهدنا كيف سامي عرف يستخرج السجل التجاري إلكترونيا وبعد ما نحبوه قالت له تم كان فيه شي مهم لازم سامي يعرفه حيوة أنا قايل جلو خبرهم خبرهم بخبرهم شوفوا معنا حبوه الحين كيف أدخل؟ يعني لازم أروح الوزارة؟ لا لا يا والدي لازم تفعل بطاقتك الشخصية وبطاقة تليفونك علشان هويتك وتوقيعك إلكتروني حبوه؟ تو أنت كيف تعرفي كل هذا؟ ما مهم ما مهم المهم أن موضوعك تم تم حبوه تم راحة تعم والهم ومن ما كانت تم تم حبوه تم وعلشان تستفيد من خدمة تم للهوية الإلكترونية وتنجز معاملاتك وانت في مكانك بكل راحة وأمان فعل بطاقتك الشخصية وبطاقة هاتفك اللي تدعم خدمة تم وللتعرف أكثر عن خدمة تم www.ita.gov.om اختصرها أحسن وريح بالك قول تم تم حبوه تم راحة تعم والهم ومن ما كاني تم تم حبوه تم تم هويتك الإلكترونية نحن في أوربي نعمل لأجلكم موسيقى موسيقى هدفنا تنمية الموارد البشرية العمانية موسيقى موسيقى نحن فهولون بتزويدكم وقود الطاقة موسيقى موسيقى نحن شركاء لدفع عجلة التنمية موسيقى 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 بالمعارضة ضد داعش موسيقى موسيقى أربعة شهداء فلسطينيين وعشرات الجرحة في مواجهات مع الاحتلال الإسرايلي في الضفة الغربية موسيقى 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 وبك تخفق في الاتفاق على سقف جديد لإنتاج النفط وتبقي على معدلها الحالي بعد تعهدات إيران برفع إنتاجها موسيقى مئة وخمسون مشاركا من السلطنة وخارجها يبحثون في صحار مستجدات جراحات التصحيح والتجميل مرحبا بكم من جديد 150 مشاركا من داخل وخارج السلطنة قدموا 40 ورقة عمل لمناقشة مستجدات جراحة التجميل والتصحيح ضمن المؤتمر الوطني لجراحة التقويم والتصحيح الذي نظمه مستشفى صحار بالتعاون مع الرابطة العمانية لجراحة التجميل والتصحيح بمشاركة أكثر من 150 من السلطنة ودول العالم ما ناقش المؤتمر الوطني لجراحة التقويم والتصحيح والذي نظمه قسم جراحة التقويم والتصحيح وجراحة اليد بمستشفى صحار بالتعاون مع الرابطة العمانية لجراحة التجميل والتصحيح الجديدة في مجال جراحات التجميل والتصحيح والذي يشهد تقدما متسارعا كل يوم جراحة التجميل علم واسع جدا والحمد لله وجود كوكب من خيرة الأطباء موجودين في السلطنة الآن مؤتمر أهمية تعليمية بالإضافة إلى الأهمية الوظيفية لتبادل الخبرات بين أفراد والجراحين في المستشفيات المختلفة من السلطنة وكذلك الزائرين من المستشفيات الأخرى خارج السلطنة قدمت في المؤتمر أربعون ورقة عمل على مدى يومين حول الجديد في مجالات جراحات التجميل والتصحيح وكيفية التعامل مع جراحة التجميل وحاضر فيه أطباء من السلطنة والدول المشاركة في مستشفيات خولة سيكون هناك ورشة عمل أخرى حيث سيقوم بعض الأطباء الزائرين بإقراء بعض العمليات لإقراء بعض العمليات لبعض الأطفال المصابين ببعض التشوهات الخلقية في مجرى البول حدث المؤتمر الذي سبقته إقامة ورشتي عمل لتدريب أطباء من السلطنة على كيفية علاج إصابات اليد والحروق وطرق التعامل معها إلى الوقوف على كل ما هو جديد في مجال جراحات التجميل والتصحيح بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين الأطباء المشاركين منصور بن ناصر السعدي ولاية صحار بمحافظة شمار الباطنة تعزيزاً لدور مجلس البحث العلمي بين أفراد المجتمع في دعم البحوث والابتكارات وزيارة القدرات الإبداعية في الأنشطة البحثية أقيم بولاية الصلالة بمحافظة الضفار معرض البحث العلمي والابتكار والذي يستمر لمدة أربعة أيام تعزيز ثقافة المجتمع بدور مجلس البحث العلمي والتعريف بدعم البحوث والابتكارات وتشجيعها كانت أهم أهداف معرض البحث العلمي والابتكار في محطته السادسة بمحافظة الضفار في هذا المعرض طبعاً نحن نعرض المشاريع والبرامج البحثية والابتكارية التي أسسها مجلس البحث العلمي وشرعها في القيام بها منذ إنشائه إذا ما نظرنا إلى تطورات العمل في البحث العلمي والابتكار منذ إنشاء مجلس البحث العلمي سنجد أن هناك الكثير من التطورات التي ساهم المجلس في تأسيسها أول هذه التطورات يتعلق بمؤشرات العلوم والتقانة هناك تطور كبير في هذه المؤشرات فمثلاً على سبيل المثال ازدياد أعداد الباحثين من حملة الدكتوراه إلى ما يقارب أو إلى ما أكثر من 440 باحث لكل مليون نسمة أيضاً ازدياد برامج الدكتوراه إلى 32 برنامج بعد أن كان برنامج واحد فقط في العام 2007 كما ياتي هذا المعرض الذي يستمر لمدة أربعة أيام لتعريف أولياء الأمور والطلاب والمهتمين على البرامج التي تقدم لدعم بحوث الطلاب والخريجين والمنحة البحثية المفتوحة بالإضافة إلى التعريف بمسابقات الابتكارات الفردية ومسابقة عمان لتصميم البيوت الصديقة للبيئة تعرفنا خلال المعرض على الجهود المبذولة في البحث العلمي والبرامج المختلفة وأهمها برنامج دعم بحوث الطلاب الذي يهمني أنا كطالب فيها الكلية معرض البحث العلمي والابتكار يصل في محطته السادسة والأخيرة لمحافظ الضفار ويكشف عن جهود المجلس والمشاريع والبحوث الطلابية التي يقدم لها الدعم والتمويل سالم زعب نوت المهري ولاية صلالة محافظة الضفار نظمت بحديقة القرم الطبيعية في محافظة مصط مسيرة صحية حملت عنوان حارب السكري شارك فيها العديد من مختلف الجنسيات وفئات المجتمع المسيرة التي أقيمت بتنظيم من وزارة الصحة والجمعية العمانية للسكري رعاها سعارة الدكتور سلطان بن جعرب البوسعيدي مستشار وزارة الصحة للشؤون الصحية حارب السكري كان هذا هو العنوان الذي حملته المسيرة الصحية التي شارك فيها أفراد من مختلف الجنسيات وفئات المجتمع طافوا فيها حديقة القرم الطبيعية لمسافة 2 كيلو متر المسيرة التي تنظم في نسختها السادسة كان من أبرز أهدافها نشر الوعي بين أفراد المجتمع بشكل عام ومرض السكر بشكل خاص حول همية ممارسة النشاط البدني بصفة دورية لتقليل نسبة الإصابة بالمرض وتحسين نسبة التحكم عند المصابين به أعتقد هو عبارة عن طريقة لنشر الوعي بين الناس وبين الجمهور لمعرفة أن هذا النوع من المرض هو منتشر ومنتفشي بين الناس وتعداده كبير جدا على مستوى العالم نشارك بسبب أني أنا مصاب بالسكري فحبيت أني أنا أدعم وأوعي الناس أكثر بمرض السكري فأخلي الناس تعرف أكثر أكثر بمخاطر هذا المرض وأنه كيف ممكن يصيب أي أحد من الناس المرض يشكل على المستوى العالمي حملا كبيرا على المرضى أنفسهم وعلى المجتمع وعلى الخدمات الصحية بسبب مضاعفاته الخطيرة التي تنتج عنه ومن أهمها الفشل الكلوي واعتلال شبكية العين وشرايين القلب المرض السكري يصبح يشكل خطر في الحقيقة على المستوى العالمي والمستوى الإقليمي ويظن هنا نحن ليس بمنأة عن العالم أيضا هناك يعني يشكل مشكلة حقيقية حتى على المستوى المحلي طبعا الإحصائيات تشير إلى تزايد أعداد مرض السكري لأعداد المسجلين فقط ما يقارب من 82 ألف على مستوى العالم يعني تقريبا يوجد أكثر من 350 مليون شخص مصاب بمرض السكري فخورين بتنظيم هذه المسيرة السنوية اليوم النسخة السادسة بدت بستة ألاف شخص تقريبا واليوم نتوقع أنه يكونوا حضروا أكثر من عشرة ألاف شخص للمسيرة للتوعية عن مرض السكري كلمات حول مرض السكري ومسابقات تثقيفية وبعض التمارين تضمنتها هذه المسيرة الصحية مسيرة صحية سنوية يحرص من خلالها المنظمون لها على تذكير كافة أفراد المجتمع بخطورة هذا المرض والوقاية منه عبدالله بن خلفان الرمضاني من حديقة القرم الطبيعية مسقط تتميز السلطنة بالمواقع السياحية الطبيعية كمقصد للزوار والسياحة من داخل وخارجها إلا أن بعض الزوار يتركون خلفهم المخلفات بعد الانتهاء من فترة تنزههم ما يشوه الموقع السياحي رغم الحملات التوعية المحددة لقواعد زيارة هذه الأماكن السياحية تنوع الوجهات السياحية التي تزخر بها السلطنة جعلها مقصدا للعديد من الزوار والسياح من داخل وخارج السلطنة وتحتل السياحة الطبيعية كالشواطئ ومواقع العيون والأفلاج والواحات الصحراوية موقع الصدار في اهتمامات الزوار لما توفره من عوامل تساعد على الاستمتاع بهذه المواقع إلا أن بعض زوار هذه الأماكن يتركون خلفهم مناظر كهذه في مظهر مخل عن غياب الحس بالمسؤولية أو غياب الوعي بالحفاظ على هذه المزارات والمقاصد السياحية والطبيعية أو ربما التعبير عن عدم الاكتراث بعواقب هذه المخلفات على البيئة والصحة العامة ناهيك عن تشويه الموقع السياحي وفي حين يعتبر بعض من يلحق هذه الأضرار أن الحفاظ على سلامة ونظافة موقع نزهته أمر لا يعنيه فإن غياب الرقابة المباشرة ومراقبة الأماكن السياحية من قبل الجهات المعنية وعدم معاقبة المخالفين أسباب تساعد على استمرار هذه الظاهر المؤسفة من قبل بعض الزوار والصياح العديد من المخلفات المضر بالبيئة بعد الانتهاء من التنزه تتناثر وتشويه جمال المنظر العام لهذه الأماكن الجميلة رغم الحملات التوعوية المحددة لقواعد زيارة الوجهات السياحية داخل السلطنة من حيث التقيد بقواعد السلامة والمحافظة على البيئة ومراعاة التنوع الإحيائي في وقت يعتبر فيه قطاع السياح قطاعا واعدا حيث تسعى السلطنة إلى النهوض بالقطاع من أجل تأكيد وإبراز ملامحها الثقافية والبيئية الفريدة وهويتها الوطنية الأصيلة بالإضافة إلى استثمار إمكانات السلطنة في هذا المجال وزيادة إسهام هذا القطاع في التنمية الوطنية وتنويع مصادر الدخل القومية تماشيا مع الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ أن بلاده ستخص ستين مليار دولار لتمويل مشروعات تنموية في أفريقيا وذلك في إطار ما وصفه الرئيس الصيني بأنه تعاون مربح للجانبين أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ يوم الجمعة إطلاق عشرة برامج عملاقة لتعزيز التعاون مع القارة الأفريقية بقيمة ستين مليار دولار على مدى السنوات الثالث القادمة وتركز البرامج الاقتصادية على خطة تنمية القارة السوداء في إطار ما وصفتها بكين بشراكة تعاون استراتيجي شاملة ويشارك شيف رئاسة منتدى التعاون الأفريقي الأسيوية الذي يحضره عدد من القادة الأفارقة وشرح خلاله خطة تنمية شاملة من عشر نقاط تقودها الصين مشددا على أن بلاده ترغب في بناء علاقة مع أفريقيا تقوم على المساواة ستنفذ الصين عشر خطة تعاون مع أفريقيا في السنوات الثلاث المقبلة هذه الخطة تادف إلى معالجة ثلاث قضايا تعيق النمو في أفريقيا هي البنية التحتية غير المناسبة والافتقار إلى اليد العملة الماهرة والمهنية ونقص التمويل ورقم طباط الاقتصاد الصيني قال الشي إن بلاده ستزيد من قيمة الاستثمارات في المصانع التي تنتج البضاء المخصص للتصدير إلى أفريقيا بالإضافة إلى شق الطرق بناء المرافق وسكك الحديد في القهرة التي تعتبر منذ وقت طويل مصدرا رئيسيا للسلع بالنسبة للصين وأشار شيء إلى أن بلاده ستشطب الديون الحالي المعفى من الفوائد للدول الأقل نمو والمستحقة بنهاية 2015 وأضاف أن بلاده ستعزز تعاونها مع أفريقيا في مكافحة التطرف العنيف ولن تتدخل في الخيارات السياسية للبلدان وينظر الأفارق إلى الصين على أنها القوات الموازية في وجه التأثير الغربية على رغم من اتهامات الحكومات الغربية لبيكين بأنها تغض البصر عن النزاعات وانتهاكات حقوق الإنسان التي تحصل في أرجاء القرى بينما تسعى لإقامة علاقات تجارية وسياسية هناك بدأ منسب مياه الفيضانات التي اشتاحت مدينة شناية الهندية بالانحسار بعد فيضانات وصفت بالأشد منذ قرن فرق البحث استطاعت انقاذ نحو تسعة ألاف شخص فيما تستمر عمليات البحث عن ناجين وذكرت السلطات الهندية أنه رغم انحسار المياه إلا أن بعض المناطق لا تزال معزولة بسبب تعليق الخدمات الجوية والبرية وسكة الحديد العديد من الناس حول العالم يتقن موهبة الرسم على اللوحات وبالخصوص رسم وجوه المشاهير التقرير التالي يتحدث عن شاب نيجري استهوته هذه الهواية فأبدعت فيها أنامله بطريقة مختلفة رسم لوحات شخصية لأشخاص ومشاهير ولكن في وضع مقلوب هذه الطريقة التي استهوت طالب أكلية الطب النيجري فولا ديفيدس الذي دفعه عشقه للفنون إلى صقل مهارته الفنية بنفسه ليحقق بعد ذلك شهرة برسمه لوحات بالمقلوب اتجه فولا إلى الانترنت لتعلم كيفية تحسين موهبته الفنية حينها اكتشف هذه الطريقة وراقت له والتي يقول إنه استوحاها من عمل فني للرسام الأمريكي دافيد جاريبالدي كنت في المدرسة الابتدائية عندما أدركت أن بإمكاني الرسم لكن لم توصف بأنها موهبة في الحقيقة أنذاك كان الناس يطلقون عليها هواية لذا نعم كانت هواية الرسم ثم اكتشفت في الحقيقة بعد ذلك أنها موهبة عندما التحقت بكلية الطب والجراحة ويتقاض فولا ما بين 123 إلى 2400 دولار نظر أعمالي الفنية كما عهد إليه مشاهير كثير في نيجريا لرسم لوحات لهم ويحب فولا الرسم في الشارع وغالبا ما يجذب انتباه المارة الذين يعجبون بأعماله ويقفون لمتابعة ما ستكشف لوحاته عنه في النهاية وأفاد فولا أن أحد التحديات التي يواجهها هو العثور على منظمين وجهات فنية يمكنها فهم أسلوب رسم لوحاته لأنه غير شائع في نيجريا وقال طالب الطب إنه من الصعب موكبة دراسة الطب والفن لكنه يحاول الموازنة بين الأمرين ويأمل فولا أن يصبح ناقدا وأن يؤلف كتابا عن الفن في المستقبل تذكيرنا بالعناوين قبل ختام هذه النشرة الأمم المتحدة ترجح استناف المحادثات حول سوريا في ناير المقبل وكيري يتحدث عن تعاون محتمل بين الحكومة السورية والمعارضة ضد داعش أربعة شهداء فلسطينيين وعشرات الجرحة في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية أوبيك تخفق في الاتفاق على سقف جديد لإنتاج النفط وتبقي على معدلها الحالي بعد تعهدات إيران برفع إنتاجها 150 مشاركا من السلطنة وخارجها يبحثون في صحار مستجدات جراحة التصحيح والتجميل ألتقيكم في تمام الساعة الواحدة مع نشرة أخرى إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة